تلازم جوزيف لايلو ذكرى أحد أيام العام 2017 عندما توفي رجل في سيارة الإسعاف التي يقودها في مانيلا بسبب زحمة السير محال دون بلغه الطوارئ في الوقت المناسب لإنقاذ المريض كان ينبغي أن تستغرق الرحلة خمس دقائق ولكن بسبب زحمة السير استغرقت خمس عشرة إلى عشرين دقيقة ما أدى إلى إصابة المريض بسكتة دماغية بعد وصوله إلى المستشفى كان ينبغي علاجه في ذلك الوقت وتعاني العاصمة الفلبينية من زحمات سير قانقة تؤدي إلى فوضى عارمة بحيث يموت أشخاص في سيارات الإسعاف المتوقفة ويملك سائق سيارات الإسعاف معرفة موسوعية بالطرق الالتفافية في مانيلا إلا أن ذلك لا يكفي على الدوام حتى لو لجأوا إلى استخدام سفارات سياراتهم أو حاولوا إزاحة السيارات التي تزعجهم من خلال الاستضام بها حتى وإن حاول بعض السائقين إفساح الطريق لانها لن يتمكنوا من ذلك لأن الطرق ضيقة وسيارات عريضة تضعف عدد سكان العاصمة الفلبينية في عضون ثلاثين عاما ليصل إلى ثلاثة عشر مليون نسمة مع عدد موازن من السيارات المسجلة تقريبا فقط مانيلا ترجمة نانسي قنقر ف